السلام عليكم اليوم سوف نقدم معكم مصفة تقليدية مغربية السفة المدفونة سوف نقوم بمضاق البسطيلة جيدة سوف نشارك معكم بطريقة سهلة لتحضرها في وقت قصير لا تجاوز مدة ساعة سوف تكون لديكم سفة مدفونة تقدموها لعائلتكم وضيوفكم وتستمتعوا بها غير جوج تفويرات إذا تريدوا تعرفوا الطريقة والمقادير لتنجح معكم هذه السفة تابعوا الفيديو للأخير أول شيء سوف نبدأ بها القوام البسطيلة بسم الله لدي جوج بسطلات كبارين غير شلطهم بالطريقة سوف نزيد معهم تجاج تجاج على حسب عدد الأشخاص وعلى حسب الكيمية اللي بغيتو المهم يكون مقطع باش يسهل عليكم من بعد تفرتوه هنا عندي جوج دروسة ديالتوما حكيتهم في الحكاكة العجيبة صراحة انك تسهل بزاف وفرحت مني لقيتها كتباع حدايا كنزيد معهم محجج معك كبار ديال الربيع حسب الرغبة ندير تغير معدنوس ديرونتم معدنوس هنا عندي نص مالقة صغيرة ديال البزار مالقة صغيرة تكون عامرة سكين جبير نص مالقة صغيرة ديال الخرقوم واربع مالقة صغيرة ديال القرفة وبطبيعة الحال الملح يبقى على حسب الضوء غادي نقلب مع بضيتهم كل شي نقليهم شوية نخلي الجاج يتقلى مع البصلة العافية تكون مهيلة ما تكونش العافية مجهدة لا يأخذ الوقت خمسة دقائق ثلاث سبعة ديال دقائق وهذا التجاج نتقلى ونزيد له كاس كبير للماء بارد نغطي عليه ونجعله يكمل الطياب قريبا 20-30 دقائق التجاج ونجعله من بعد لمدة الكافية لطياب ثم المريقة وكحات ودجاج الطاب سنحيده نقوم بشيج الليفة ونجعله برد من بعد سنفرطه بصلاي بصلاي انا كان معاكها بهذه الطريقة لكي أخبرتكم في الأول لا يحتاج يعني تقطعوها رقيقة أو تحكوها وإذا شررتوا معي مزيان المريقة واقفة كتجي غزالة وسهلة تتحضير بصلاي ونجعله كتجي غزالة ونجعله كتجي غزالة ونقوم بصلاي ونجعله بالنسبة للشخص ويجعله يتعاودون ثم الزبيب بصلافة البيض حتى لا أزلت لكم ربعة خمسة البيضات سوف تزيدهم على المريقة من بعد نزيد جوج مع الكبار السكر سانيدة لحساب الزبيب ونجعله ونجعله الزبيب تعسل لكي يعطينا ونجعله الزبيب ونجعله 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 ما بين خمسة دقائق لكي يكون الزبيب تعسل ونجعله الزبيب تعسل ونجعله وتمجد ونجعله الزبيب ونجعله الزبيب ونجعله ونجعله ملتح ونجعله أربعة كاس الزيت زيت رومية بطبيعة الحال نضيف الصفة بالزيت لا تشكل هذا نحاول نلبسها كاملة وفي نفس الوقت الماء يكون يغلق كما نعرف الصفة لا تحتاج أن نضيفها لها نضيف الصفة بالزيت ونضيفها بطبيعة بعد أن نضيف الصفة بطبيعة نضيف الصفة بطبيعة نضيف الصفة بطبيعة 21 دقيقة حتى تشوق كلها تبلينا بحي لها وقفات وتشوق التكسعة تكون واجدة لكي نكمل لها الخدمة نضيف الصفة أو تلك wodح ة 250دار وستغيلة جميلة وإطلاقها اضيف الصفة من المغرض من المغرض منال من المغرض لان تقوم البص parameters كما استغيله الرصم في ع pregnاخله نضيف الصفة salon و文اء بعد ما تدوز عشرين دقيقة كتكون بهذا الشكل هذا كنجيبو سفة ديالنا بهذا الشكل وكنجيبو اترو ديال المبارد غير ديال روبيني بطبيعة الحال كنخلطو فيه واحد المعلقة صغيرة ديال الملحة وبهذا كل ما كنرش سفة او كنغطيها به وكنخليها فيه واحد خمسة دقايق حتى كتطلق النشاة ديالها فالطريقة هادي كنزربه على السفة في الطياب وما كتاخدش بزر ديال الوقت وكتجي غزالة كيما غاتشوفوا معايا من بعد كناخد الكسكاس من بعد اموره خمسة ديال دقايق كنصفي سفة ديالي ونرجعها الكسكاس بهذا الشكل هذا ونرجعها تفور واحد عشرين دقيقة كيما قلت لكم من قبل وقبل من تقديم كنجيب صفة ديالي كنرشه واحد شوية ديال الماء ما تخلعوش إلى بنت لكم تعجينات ولا رغير كتدروا لها شوية ديال الماء كتبدأ كتتفرز وكتجي غزالة من بعد كنزيد لها ديال الماء كبيرة ديال الزبدة من الأحسن زبدة ديال العبار أو زبدة بلدية على حسب المتوفر وكان بسبسها مزيان بالزبدة باش كل هذا باش كتولي كتزلق بني كتكونو كتاكلوها من بعد كنزيد لها معلقة كبيرة ديال السكار غلاسي سكار غلاسي على حسب التوقي كتر زيدوا لحسب الرغبة أنا مكتعجي بني صفة حلوة بزاف كنزيد لها معلقة كبيرة ديال السكار غلاسي في نسكيلو ديال السفة بهتشكل هذا وصافرودة بغدين ندوزو المواد ديال تزين اللي غدين نخدم بهم صفة ديالي عندي هنا لوز إفيلة 1-125 جرام حمرتو بهتشكل هذا وعندي هنا شوية ديال المشماش والبرقوق اللي عسلتهم في جوج ماء كبار ديال سكار سكار عادي وشوية ديال القرفة وكازة ديال الماء هنا بالنسبة المونتاج غدين نحتاج الواحد الإيطال اللي كيتحلم الجناب وتبصيل طبيعة الحال كندير صفة ديالي أو نصف ديال الصفة للتحت وكننحاول نورك عليها بهتشكل هذا وبعد كندير طبقة ديال الدجاج اللي كنكون نقيته من العظام ومن الجلد وفرته بهتشكل هذا من بعد طبقة ديال الدجاج كتجدك الطبقة المعلكة ديال الزبيب تاية كنزيدها وغادين باش نحصل على واحد القرمى شفوس ديال البسطيلة غادين ندير واحد طبقة ديال اللوز اي فيلي ومن بعد كنزيد طبقة واحدة اخرى ديال الغميرة ديال الزبيب باش تجي طبقة طبقة مقرمشة وهاكذا كتجي معل لك ما داق ديال الزبيب واللوز والدجاج كتجي لديدة بزاف وصافي دا بغادين نزيدو آخر طبقة ديال السفة من الفوق كل ما كترت كل ما تغطات داك شي اللي الداخل كيتغطى وكل مجال منظر ديالها زوين احسن واحسن كنستعمر هكا ومن بعد كندير اللوز اي فيلي لتزين ما داق داق نحن نقوم بفوق الوز اي فيل مجالes فادي وقد نزينه بطبيعة الحال مشوية دي سكر غلاسي أنا عدو غير أفكار كنحاول نشاركهم معكم وما تزين كيبقى على حسب دوق كل ربة بيت كل واحدة والإبداع ديالها قدروا تديروها و تجيبو ديكور حسن و حسن ما تبخلوش عليها بتطبيقة ديالكم إلا بغيتو رهاء اللينك ديال الفيسبوك و ديال الإنستغرام كل شيء قد يتلقاوه في المعلومات ديال القناة اللي بغيت تنضم لها لا في الإنستغرام ولا في الفيسبوك مرحبا بالجميع صيفتو ليات طبيقاتكم على الخاص هنا بنيسبة لتزين ديال الجوانب كان ديال برقوقة مشماشة بحلاكة أو من الفوق كان زين بالبرقوق والمشماشة بهذا الشكل هذا و ها السفة المدفونة بمطاق ديال الشاش واجد نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال استحسانكم ما تبخلوش عليها بلايك ديالكم ولا أول مرة كتشاهدوا القناة ما تنسوش تشتركوا وتفعلوا الجرس باش توصلوا دائما بالجديد وانتمنى نكون فيدكم ولو بشوية ولا عجبكم الفيديو ما تنسوش تبرتاجيه مع العائلة والأصدقاء اللي تعمل فائدة وشكرا بزاف شكرا لدعم ديالكم شكرا لتعليقاتكم طيبة متشجعاتكم بكم رحنا مستمرين وشكرا بزاف بزاف وإلى اللقاء في فيديو قادم بحودي الله بروك العواشر السلام عليكم اشتركوا في القناة